اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأبحاث اللي انا اخدت عنها الجائزة التشجيعية عندي مؤلفين عندي كتابين الحمد لله فضلة ونعمة حصلت على جائزة الاستاذ الدكتور فؤاد ابو حطب للعام 2014 كان عن بحوث المتميزة للشباب كانت جائزة مهمة جدا في مسارتي لانه حسيت انه بقى فيه تشجيع لانه كنت لسه حاصلة على درجة الدكتوراه خدت جائزة الاستاذ الدكتور فؤاد ابو حطب حسيت انه ممكن بعد كده احصل على جوائز اخرى وان انا ابقى سعيدة في ان انا اقدم واسعى للتقديم اكتر حاجة نفسي ابرزها هي دور جامعتي جامعة عن شمس في ان هي بتشجعنا وخصوصا بتشجع الشباب فانا بشكرهم جدا عايزة بس ابتدي بالشكر لله سبحانه وتعالى فضلة ونعمة كبيرة ان انا حصلت على جائزة دولة تشجيعية للسنة دي عشرين اثنين وعشرين ابتدي بقى بالشكر الدولة المصرية وامتناني الكبير جدا لاهتمامها بالشباب بقيادة ابنها البار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكره جدا على اهتمامه بينا كشباب وثقته فينا وانا بوعده وبوعد باسمي وباسم شباب الباحثين ان احنا نبزل قصارى الجهد ونتفانى ونخلص لوصول مصرنا الحبيبة انها تكون مرفوعة الهامة وموفورة الكرامة نعاهدك سيادة الرئيس على الجهد المتواصل والاخلاص بشكر جامعتي جدا بشكر الاستاذ الدكتور محمود المتيني بشكره جدا على تقديم التهنئة والسادة نواب الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود الاستاذ الدكتور ايمان صالح الاستاذ الدكتور هشام تمراز بشكرهم جدا على التهنئة الرقيقة جدا لانه التهنئة كانت بمثابة حاجة كبيرة جدا لانها تاني يوم اعلان الجايزة بشكر جدا كليتي كلية البنات للأداب والعلوم والتربية على التهنئة والتبركات ممثلة في الاستاذ الدكتورة اميرة يوسف والسادة الوكلاء الاستاذ الدكتورة حنان محمد الشاعر الاستاذ الدكتورة هيبة بركات الاستاذ الدكتورة مية عبدالجوات بشكرهم جدا على التهنئة وكل عضاها هي التدريس وخاصة قسمي الحبيب بشكر مشرفتي الاستاذ الدكتورة سناء محمد سليمان لجهدها المتواصل وكان نفسي تفرح معايا الاستاذ الدكتورة ساوسان عبدالهادي ولكن رحمها الله كانت هتفرح جدا بجايزتي دي بشكر كل عضاء قسمي الموقر وكل عضاء هي تدريس بكلية البنات كلهم بشكر وزيرة الثقافة الاستاذ الدكتورة ايناس عبدالدايم بشكرها جدا على التهنئة وبشكر دكتور مايا مورسي على التهنئة لانها شافت ان دور المرأة دور مهم فبشكرها على تهنئتها ليه حاجة كده احب اهمس بيها في اذن كل شبابنا الباحثين ان هما يوصلوا البحث والنشر والتفاني والاخلاص في العمل عشان يوصلوا لمرحلة ان هما يتقدموا للجوائز وان شاء الله يحصلوا عليها يكون عندهم طموح ويكون عندهم ثقة في الله انه ممكن ليه لا ممكن تفوز ان شاء الله وحتى لو ما فازتش يكفيها شرف المحاولة وان هي في قائمة المرشحين بدعي لهم كلهم وكل اضاية تدريس في كلية البنات بدعي لهم انه يحصلوا على المزيد والمزيد وبشكر كل جامعة عين شمس بشكل عام وشكرا على اللقاء الجميل ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته